موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس الفصل التاسع مع الدرس الثالث بعنوان قياس المساحة قياس المساحة مع فكرة درس اليوم يا شباب فكرة درس اليوم نتعرف عليها إن شاء الله هي أقدر مساحة المستطيل والمربع وأجدها أقدر مساحة المستطيل والمربع وأجدها طيب المفردات اللي معايا اليوم إن شاء الله معي المساحة ده مفرد جديد ومعي وحدة مربعة تمام طبعا احنا درسنا الدرس السابق اللي هو المحيط يا شباب درسنا محيط المستطيل والمربع اما اليوم نتكلم عن ايه عن المساحة تمام مع بعض نبدأ كده درسنا باذن الله مع فقرة استعيد ونقرأ مع بعضين بيقول يساعد نايف والده في زراعة حديقة منزلهم التي يبلغ طولها عشرة امتار وعرضها خمسة امتار ما مساحة الحديقة الحديقة يا شباب زي ما انتشاك الصورة شكلها عبارة عن ايه شكل مستطيل الحديقة بغض الشكل مستطيل عشان كده لها طول ولاها ايه ولاها عرض لها طول ولاها ايه لها عرض المطلوب مني احسب مساحة هذه الحديقة مساحة هذه الحديقة طبعا يا شباب هذكرك بس تاني ان المحيط احنا بيتكلم عن ايه برافو عليك طول الخط الخارجي ان انا بحسب الخط الخارجي لأي شكل من برا كده بحسب المحيط اما المساحة يحسب الشكل الجزء الداخلي اللي هي عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية منطقة يعني عشان اغطي المكان ده هي دي المساحة وليكن لو انت عندها غرفة في البيت مثلا تمام كده الوالد عندك هيبدأ مثلا يسويها سراميك فعدد المربعات اللي بنضحها من السراميك دي هي اللي تمثل مساحة هذه الغرفة يبال المساحة هي عبارة عن الجزء الداخلي خلاص يا شباب طيب احنا المساحة عشان يجيبها انا عندي طريقتين الطريقة الاولى كما شايف دي الحديقة طولها عشرة متر وعرضها خمسة متر الطريقة الاولى ان انت بتعد المربعات الداخلية بتعد المربعات الداخلية يعني اقول واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة وابدأ اعد كل المربعات الداخلية لحد ماصل للنهاية يطلع معايا خمسين مترا مربعا دي الطريقة الاولى هي طريقة العد بسميها طريقة العد تمام كده طيب في طريقة تانية اه في طريقة تانية وسهلة كمان يعني اللي هي طريقة الضرب ايه هي الضرب دي ان انا عشان اجيب مساحة الشكل اللي جدام ده اروح ضارب الطول ده اللي هو العشرة اضربه في مين في العرض اللي هو خمسة يبا انت لو ضربت العشرة مع الخمسة هيتطلع كام عنده هنا خمسين مترا مربعا نفس الاجابة هي هي سواء تستخدم العد او تستخدم الضرب هيتطلع معاك نفس الموضوع طب ايه يا استاذ مترا مربعا دي هي دي وحدة قياس المساحة شباب لو انت فاكر معايا اخدنا الدرس السابق وحدة قياس اللي هي المحيط يعني كنا بنجيز بالسنتيمتر كنت بكتب سنتيمتر بالمتر بكتب متر اما في المساحة عشان باستعمل عميتي الضرب عندي هنا هبكتب مترا مربعا مترا ايه مربعا تمام كده دي طريقة ايجاد مساحة المستطيل يبقى اذا انا عندي قاعد هنقدر استخدم عليها المستطيل اي مستطيل عشان تجيء مساحته طبعا المستطيل اهويه لها طول وعرض زي ما انت ش Ojib ده الطول وده مين وده العرض طبعا انا عايز احسن مساحة المستطيل ده كل ما عليك تروح ضارب الطول مع مين مع العرض هضرب الطول مع مين العرض يبتا ضرب عادية مين طا elles意pa اللي هي ترمز الطول ومين العادية اللي ترمز العرض يبتا المساحة الهيم تساوي الطول ضرب العرض طريقة سهلة يبدأ له بسيطة ويا شباب ما تلقبطش بين المساحة وبين المحيط المساحة كنت باج مع الأطوال هذه كلها أما أنا هنا بضرب الطول مع مين؟ مع العرض طيب الشكل الثاني عندنا اللي أنا مطلوب أعرف مساحته اللي هو المربع كذلك المربع أنتوا عارفيني مربع يا شباب عبارة عن أربع أضلاع كلهم متسويين في الطول دي طول ضلع وده طول ضلع وده ده وده نفسه كلهم نفس الطول فعشان كده كلهم هرمزهم بالرمز مين؟ لام ده لام وده لام وده لام مين لام ديه؟ اللي هي طول ضلعه فأنا أخذت حرف اللام ده بس اختصارا كده طيب مساحة المربع فاكرين كنا نجيب المحيط إزاي؟ آه بجمع دول يا أستاذ أو أضروف أربع هنا لا مساحة المربع تضرب لام مع لام مين لام ولام ديه؟ يعني أضرب طول الضلع في طول الضلع أو طول الضلع في نفسه يبا كده جبنا مساحة المربع يبا أنا عندي يا شباب اليوم قاعدتين مهمين؟ اللي هي قاعدة المستطيل وقاعدة المربع المستطيل بضرب الطول في العرض أما المربع عشان ما عندوش عرضه كله متساوين بضرب الطول في نفسه طول في ايه؟ في نفسه طعا مع بعض نأخذ مثال كده جميل يطلب مننا مساحة المربع زي ما انت شايف جدامك بروازه وصورة طوله كام؟ آه لتسعة وده برضو تسعة يبا الشكل ده مربع طيب لو أنا حبيت أقدر التسعة التسعة لو قدرتها تصير كام؟ عشرة والتسعة التانية تصير كام؟ عشرة اضرب عشرة في عشرة كام؟ بمية طيب لو أنا هجيب بجأة طريقة المغاشرة الدقيقة عندي يبا هضرب طول الضلع في طول الضلع تسعة ضرب تسعة يعطيني كام؟ واحد وثمانون ولازم اكتب سنتيمترا ايه؟ مربعا وتكلمنا عن الموضوع المربع ده انه وحدة قياس المساحة في المحيط ما كناش نكتب المربع دي نكتب سنتيمترا فقط لانه ده جيس طول اما هنا مساحة فلازم اكتب كلمة ايه؟ مربعا ده طريقة سهلة بسيطة لإيجاد مساحة المربع تعالوا مع بعض يلا نحل مع بعض مساحة لتأكد في كتاب الطالب ونسوف كده فهمنا الطريقة ولا ما فهمناش السؤال معنا بيقول قدر مساحة كل مربع او مستطيل ثم اجدوها بالضبط تمام كده؟ طبعا جدامنا الشكل الاولاني مرسول نظام مربعات يعني وحدات انت هنا عندك طريقتين الطريقة الاولى طريقة العد ان انا عد المربعات الداخلية الداخلية في المرة الماضية ما شاء الله العبطال اللي بعضوا للواجب كانوا بيحد عد من بره كده يعد بره عشان نجيب المحيط تمام؟ اما هنا بتكلم عن المساحة الداخلية ابدأ عدل لمربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش اتناش اربعة في تمانية بكام؟ باثنان وثلاثون واكتب واحدة مربعة لان انا هنا معندي سنتيمتر او متر فبكتب كلمة وحدة مجزب الوحدات طب تعالد روح للشكل التاني مستطيل برضي طوله كام؟ ستة وعرضه كام؟ واحد احسب مساحته الصيغة بتقول بادرب الطول مع العرض بادرب الطول مع العرض سهلة جدا وبسيطة اضرب الستة مع مين؟ مع الواحد ستة ضرب واحد يعطيني ستة واكتب مترا مربعا مترا ايه؟ مربعا احسنتم تعال نشوف مع بعض السؤال الثالث السؤال الثالث شكل مربعة شايفين؟ لان الطول ده ثلاثة والطول ده كام ثلاثة يبقى ده مربع طيب مساحة المربع عبارة عن طول الضلع يا استاذ فطول الضلع هنا ضربنا الطول في العرض اما المربع ما عنده سطول وعرض عنده طول ضلع يا انا كله متسوين يبقى اضرب الثلاثة مع الثلاثة يعطيني كان تسعة والوحدة تبقى سنتيمترا مربعا تمام شباب؟ تعال نشوف مع بعض السؤال الرابع صورة مستطيلة الشكل طولها اثنى عشر سنتيمتر وعرضها تسعة سنتيمتر اذا اردنا ان نعلقها على الحائط فما المساحة التي ستشغلها الصورة على الحائط يبقى انا عدى احسب المساحة اللي هي تاخدها من الصورة على فين؟ على الحائط من فوق طيب انا عشان اجيب المساحة دي عبارة عن شكل ايه؟ مستطيل تمام طيب احنا حفظين المستطيل عشان اجيب مساحته بضرب مين؟ بضرب الطول في العرض يا استاذ برافو عليكم طيب الطول كام عندي هنا؟ ناشر طيب العرض كام؟ تسعة اضرب يلا الاثناشر مع مين؟ مع التسعة يطلع معنا الناتش كام؟ مئة وثمانية سنتيمترا مربعا تمام طلبنا التسعة في اثنين بطمانتاش كتبنا التمانية وعنا واحد اضرب واحد في تسعة بتسعة واحد كام؟ عشرة سنتيمترا مربعا ده تشاهل جدا وبسيط هو مساحة المربع والمستطيل فهمنا شباب ممتازين معنا واجب اليوم في تدرب تمام كده بتحلل لي المساء اللي تدرب عندك عندك السئلة من رقم واحد من ستة اسف الى رقم حداش كلها عبارة عن مساحة المربع والمستطيل توجد المساحة بالتقدير والاجابة الدقيقة تمام يا شباب ده تشاهل جدا وبسيط اترككم في رعاية الله وتمنى لكم النجاح والتوفيق